اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا ستاة دوت كوم النهاردة هنتكلم عن التقنية الحديثة وهنتكلم عن الفيلر عنوان حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن مع ولا ضد مؤيد ولا معارض لاستخدام الفيلر سواء للستات او للرجال دي حاجة الحاجة التانية هنتكلم عن عايزين يعرف نوع مدة الفيلر ايه واستخداماته فين طريقة الحقن في مناطق ايه مميزاته عيوبه هل النتيجة بتبقى سريعة ولا مؤقتة سريعة ولا بتبقى يعني على مدى بعيد وهل المفاول بتاع الفيلر بيبقى مؤقت لفترة معينة وبنرجع تاني نحق انفيلر ولا لأ كل التفاصيل دي هنعرفها مع دفتنا اللي موجودة معنا في الستوديو دكتورة راندا شومان اخصائي جلدية وتجميل في القصر العيني اهلا بيك يا دكتور من ورانا ومشرفانا النهاردة دكتور عايزين نعرف سادة المشاهدين مكونات مادة الفيلر وبنستخدمه امتى وازاي الست بتحس ان هي لازم تعمل فيلر اول حاجة ايه هو الفيلر الفيلر ده عبارة عن طبعا هو اول ما الفيلر يعني اخترعوه في الاول خالص ده كان كولاجين كان كولاجين مصنعا من الحيوانات وبعد كده طبعا الموضوع تطور بدأوا يستخدموا الهيلورونيك أسد وطبعا احنا عندنا انواع الفيلر كتيرة جدا النوع اللي هو التسنين في المية اللي احنا بنستخدمه دلوقتي في الوقت الحالي المنظمة الصحة العالمية اللي هو الهيلورونيك أسد في عندنا كمان كالسيون فوسفيت دوت نوع تاني مش هيلورونيك أسد ولكن ده بيتعامل في الخدود اكتر وفي التكسس لشان يعمل يقعد فترة اطول ويعمل شكل البوني اكتر مسكولور اكتر دول النوعين اللي هما اكتر حاجة بنستخدمهم الهيلورونيك أسد ده يعتبر نفس مواد يعني نفس تركيب الجلد هو موجود في الطبقة بتاعتنا اللي هي اللي بتبني الكولاجين هو الكول بتاع الكولاجين يعني هو جزء من الكولاجين بس هو يعتبر مصنع من بكتيريا معينة دي حاجة يعني علمية شوية ولكن احنا هو دلوقتي اللي موجود ده سيف تماما اللي هو مش طويل المدى اللي هو بيقعد متأمم سنة بيقعد سنة اه يعني الجيف دورما والحاجات الريستيلان الحاجات اللي هي واخد التصريحات لمنظمة الصحة معروفين ثلاثة او اربع انواع فيلرز معينة ده اللي بيقعد سنة وده فعلا اللي هو الكوليتي بتاعته بنسميه pure فيلر يعني الجزئات بتاعته بتبقى الفيلر بتاعته pure يعني ما فيهوش اي مواد تانية متخلطة يعني المواد طبيعية دكتور يعني اه طبيعية جدا طبيعية جدا وصيف عشان كده احنا ما بنحقنش غير بالتريدز اللي هي واخدها من تصريح من منظمة الصحة العالمية لان احنا ان مؤضمنين المادة نفسها تبقى سيف وفيه حاجة كمان ان المادة لما بتتحط في الجلد مش بس ان هي بتملة زي ما الناس كلها متخيلة هي بتعمل علاجي للجلد يعني احنا دلوقتي الترند بتاع الفيلرز هو كلها حاجات علاجية مش حاجة شوية احنا عاوزين مثلا زمين لما كان مثلا فيه خط اللي هو احنا كان الترند بتاع الفيلرز احنا نملة الخط ده فتلاقي حتى كان زمين من الحقن الفيلرز وكان كل اللي بيح انفيلر باين قوي ان هو حانفيلر فتلاقي شوية بالونز كده يعني احنا حاجات كتير كده في الوش كتير وبتغير ملامح الوش بتغير كتير من ملامح الوش فده طبعا ده يعني خلوس ده دلوقتي طرق الحقن اختلفت تماما عن زمين يعني دلوقتي احنا بنحقن بقى في تقنية حديثة لحقن الفيلرز طبعا احدى سطرق حقن الفيلرز يا دكتور اهو بصي هي ليها كذا طريقة على حسب انتي بتعالجي ايه وطبعا انا دلوقتي لما يجيلي حد مزايا تاني انا مثلا ممكن عندي حد عندها خطوط في اللي نسميها نيزوليبي اللي هو الخط اللي واقع شوية او خط اللي تحت الفم ده اكتر حاجة بتبقى باينة عندنا وبتخلي استاني شوية اكبر زمين كنا بنملأ الخط يعني اول ما في خط ده بيبان تعالي نملهولك فتبقى باينة ان هي عاملة فيل دلوقتي حندنا احدى استقنية اسمها الداينا كودز والميوموديولي واللي هو لما نيجي نتحرك يبقى الفيلرم بيتحرك معنا ما بيبانش ان هو ان انت عامل حاجة اه طبعا هو بيبان اكتر حاجة مجرد ما بنحقن يعني اي حد بيحقن عنده دكتور معين بيحقله في مكان غلط طبيعي ان لازم كل الناس تبع عارفة ان هو عاملة فيلروا وبيجي حتى ناس الصغيرة لما بتعمل كده بيبان عليها ان سنها اكبر كمان من يعني هي بتعمل العكس يعني بتدفع تلوس وبيبانس انها اكبر بيصنع اكبر فبالتالي احنا بنلتزم بالتكنيكس اللي هي بتاعت كل وشي ازاي يعني انا مش بمشي ان هو نقط وخلاص عليك على كل فشوز لأ انا بمشي على العظم بتاع وشك وبشوف الدفاق بتاعته ايه مشكلتك يعني مثلا انا خستيت جامل فالخد كله وقع وبقى شكل كبير ده ممتشر جدا فتلاقيه كل العظم بتاعها باين وتلاقيه هنا بس ده اكتر حاجة اللي موجود ده البهون اللي موجودة في الشهر وده كله فوضي فانا بمشي على البوينتز معينة البوينتز دي اللي فيها اربطت اللي هي بتشد الجلد وبترجعه تاني مكانه فيجي يقولوني مثلا انا حسيت ان انا رجعت كأني في الكلية لان احنا بنمشي على شكل الوش نفسه وبنعالجه ومش بنملى وخلاص يعني انا بنمشي على اساس الوش نفسه لكن احنا مش بنحط وخلاص يعني هو في اللي بيبان مش بنحقن بشكل عشوائي يا دكتور لا لا خالص وانا عشان كده كل حد هتلاقيه مختلف فوينتز مختلف لان انا بنشي على عظم بتاعه وفي حاجة كمان انا بحقن سطحي وبحقن عميق لو هي عندها مشكلة في الدهون العميقة شوية اللي وقعت او في العظم بامليها على العميق لو هي عندها مشكلة في السوربيرفيشل اللي هي السطحية وهي بتضحك لو انا حقن لو هي عندها مشكلة في العميق وحقنت لها السوربيرفيشل ده اللي بنشوفه كتير قوي انه هما مثلا بتقولك انا عاوزة بوليوم كبير وسترينجة واحدة مش عاوزة دفعها كده فالدكاترة بيعملوا إيه؟ بيحقنوا تحت الجلد على طول فتحت الجلد بيدي بوليوم كبير فبالتالي وهي بتتحرك باين إن هي عاملة حاجة بيبقاش حلو يا دكتور قال بيبقاش حلو لأنها بيبقى أوبر شوية بيبقى أوبر لأنه ما هي قول بطريقة غلط لكن دلوقتي اللي هي الداينا كوز الداينا كوز ده ده حد يعني اللي اخترع الـ points دي ودلوقتي إحنا كلنا تقريبا ماشينا عليها مع كل يعني كل دكتور وكل كل بلد فيها فيها يعني update للحاجات دي يعني كل شوية بيطلع حاجة جديدة دلوقتي كمان آخر حاجة بيبقى كل شوية بيبقى فيها update للنوضوع ده دلوقتي آخر حاجة إن إحنا وإحنا بنتحرك بنشوف حركة الوش مع حركة العضلات بحيث ما تأثرش على يعني إنتي بتتحكي بيبقى ناتشو الجدانية يعني في الخلاصة كده إن الطريقة اللي هي توتديكي أكتر حاجة ناتشو يعني اللي يشوفك يقولك أنت محلوية أنت بس ما يتهمش أنت عاملة إيه أصلا ده حلو ده لأن دلوقتي الناس بدي يتعمل الفيلة يا دكتور يا إما الفيس ماسك اللي هو الوش يعني واقف كده ما بتحركش خالص يا إما فعلا بتملع بالطريقة الخطأ اللي حضرتك لسا بتتكلمي عليها دلوقتي إن هي مجرد أنها تتحكي لايه في حاجة طلعة كده دي لما بتتحقن طبعا دي عشان دلوقتي أحدث حاجة بنحق بيبقى بيبقى بنتفادة المشكلة دي خالص يعني وانت بتتحكي وانت بتتكلمي وبيعالج زي ما بقولك بيعالج الجلد نفسه بيبتدي الجلد يبني قولجي بيشد الشت كمان يا دكتور بالضبط هو على حسب طبعا كل وش يعني أنا مثلا في واحدة تيجي تقولي أنا عاوزة أخذوك كده وعاد مهم بيبقاش ماشي مع طب هيديكي شكل قاض أو يعني شكلك مش طبيعي لما تعملين ناس هتبعى عارفة ان انت عملت حاجة بلت وشك وبوست وشك وكلام ده كل ده الحاجة القامل قوي انه فيه ناس كتير قوي بتاع انفلرز مش معاها تفكت مش معاها تصريح ان هي تعمل حاجة زي كده مش دكتورة ساعت بيبو دكاترت يعلاق طبيعي ودكاترت أسنان شفنا حاجات زي كده كتير من بالذات يعني فيه الناس مش درسة يا دكتور بتمارس الموضوع بالضبط وناس لسه كمان متخرجة ده اللي انا شفته يعني كمان بوليسة متخرجين وبيشتغلوا اللي هو كده يعني شفت على فيديو ولا شفت روحة كورس وبعدين بحقن على طول فبالتالي طبيعي هي تديكي طريقة بتحقن بطريقة كده اللي هو بحط في الخدود وخلص فالموضوع أولا بيكلف فلوس عليه بيتعرض نفسها الريسك كمان يعني بدل ما بتحلي شكلها لا انا جاك لي حالات عندهم مشاكل من الفلرز اللي اتحقن وبنعالج المشاكل وبنسياحه عشان بس نعمل فلر جديد ودي بتبقى المشكلة جديرة دي مشكلة مكلفة كمان يعني مشكلة وكمان مكلفة للأسف بصي عشان احنا بقى الماركت بتاع بتاع الفلرز بقى كتير قوي تلاقيها دا تعمل أسعار مختلفة جدا فعلا بنلاقيها على السوشال ميديا كتير قوي أوفرز وعروض وانتي مش عارف كمان ايه المادة هو دا قت لسه بقوله احنا ثلاث او اربع شركات في الورز بس اللي هو الوزارة الصحة العالمية يعني مش المصرية بس العالمية العالمية ليه بتديك الاعتماد دا مش عشان بس ان انتي سيف ان انتي امنة تماما ما تعملكيش مشكلة في وشك لأ عشان انها بتدي نتيجة يعني هي بتدي تصريح دا للاثنين يعني انتي ضامنا انها تديك نتيجة فهي تلاقيها اربع برانز طبعا البرانز دي غالية فمش طبيعي ان انا هدفع مثلا حاجة اولايلة واخد حاجة حلوة جدا صح بالزبط يعني مش طبيعي ليه حاجة اكيد ايه افكت بعد كده مش كويس على المش اه 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 ودبعا احنا كل الاعراض الجانبية من الفيلرز اللي الناس بتخاف منها هي ما حقونا بطريقة غلط يعني تصميم كمان يعني هي كله بيتوقف يا دكتور على طريقة الحقن ونوع الفيلر بالزبط الاتنين مع بعض برل اللي بعد خمسين وخمسين يعني ممكن تجيبي فيلر نديب جدا تديه لحد ينهول ونديلك شكل وحش بالزبط فهي كمان هي شوية فيها ارت يعني انتي مفروض احنا بنتكلم بنقعد نتكلم مع بعض انتي عاوزة توصلي لايه عاوزة مثلا عاوزة تعمل فيلر لبس مثلا انا عاوزة بوليوم كبير لانا عاوزة بس افريم بنقعد نختار مع بعض بالزبط المناسب ليكي عاوزة هي كل الناس محدش عاوزي بقى شكله مختلف يعني ممكن عاوزي حلو اوه لكن محدش عاوزي كل الناس تبعالفة ان هي عاملة حاجة يعني المفروض ان هو الواحد لما يكون محتاج ان هو يعمل فيلر للضرورة طبعا يعني للستات طبعا ان هي تبقى فعلا عندها حاجة عايزة تبرزها يعني انا ببرز جمالك لكن مش بوحشك لا طبعا يعني لازم ان انا دي مشكلة انه ايه انه لما بيتحاطف مكان غلط بيبين انه بيوحش يعني انا بحسه بيوحش يعني فكرة ان انا طول الوقت ان انت شكلك كان حلو قبل الفيلر يعني انا بشوف ناس كتير يعني ماليش ساري حقنا فيلر هنا كتير قوي وهنا كتير والشفايف طب انت وحشت نفسك ليه انت كنت حلوة القوي بس انا عاوزي اقولك كمان حاجة انه في حاجة اسمها personal preference يعني ايه انا بالنسبة لي عاوزة في ناس بتبعوا عاوزة الكمية كبيرة بس عاوزي اقولك الناس دي لما بتكلم معهم هم بيغيروا رؤلهم يعني هو مجرد ما بيفهم يعني بيقتنوا يا دكتور اه بيقتنوا يعني مجرد ما بيفهم الكون ست بتاعنا احنا عاوزين نيوصل لكذا وطب وده هيبقى شكله يعني احسن ناتشرل عليك يعني انت مثلا زي الممثلين مشهورين مثلا انستان لو هي جانبير انستان اللي هي في مسلسل فرانز او عاملة مسلسلات كتير دي مثلا دي مش عاملة عاملة اكتر معظم الممثلات الكبار اللي هم حاجة وخمسية عاملين مش فيس يعني فيه ناس منهم عاملين جراحة وفيه ناس عاملين خيوط ودي عاملة فيلر بسيط هنا انت لو شفتيها وهي صغيرة هي بس الفيلر الزيادة اللي هنا هو اللي شكلها مكبرها بس كده اه يعني دول مثلا دي حد معروف قوي واكيد ما بتروحش عند بس برضو يعني لها فكرة ان انا عاوزة كذا ولا يعني هي فكرة هو اهم حاجة المناسب للوش يعني انا ممكن اكون عايزة حاجة مش مناسبة للوش بالذات او طيب دكتور احنا عناقف عند النقطة دي وبس هناخد اتصال بس بعد ما نرجع عايزين نتكلم الفيلر الجراحي بنلجأ ليه امتا والفيلر الطبيعي بنلجأ ليه امتا اوكي ناخد اتصال ونرجع نكمل كلامنا مدام مروه مدام مروه طيب طريبا الخطة قطع عشان هتأخرنا عليها فحاولي تكلمينها تاني دكتور حريك لسا كنت بتقولي بفوسط الكلام ان فيه فيلر جراحي اه للمكان الغرز والاثار الجروح وكمان اثار الحبوب دول بالذات الاثار الجروح اللي حد عمل عملية او كده بيبقى فيه زي حفرة او حاجة هنا وحتى كمان الجدرين بيبقى فيه نسم يبقى فيه زي سكار كده نقطة كده دخلة جواه في الجلد او هنا عند ناس كتير اوية منتشرة نمو مش عارفين ان هي ليه حل يعني المعتقدين ان هي لازم يعمله ليزر كتير وكده لا هي ليها حل بسيط جدا بتكنيك معين بيت عمل بتروح يعني اسبوع اسبوع يعني اسبوع بس بعدين الجلح ده بيروح تماما طب دكتور ما ليش هقطع كلامك في حاجة دولايات حريك يعني نوع الفيلر اللي بمستخدمه للوش اللي هو من مادة طبيعية هو هو نفس نوع الفيلر اللي بمستخدمه في الحروق لا ده مختلف ده مختلف ده الجروح لانه هو اه ده بيقعد فترة اطول يعني ده بيقعد سبع سنين مثلا اللي هو بتاع الجروح اه ده بيقعد كتير ده نوع معين اه ده نوع مختلف خالص والطريقة التكنولوجي اللي متصنع بيه الفيلر مختلفة خالص عشان تقعد معين فترة طويلة تمام وهي بتملى الحفرة دي فبالتالي انه حتى لما بيروح ما بيعمرها هو بترجع زي الاول بتبقى خفيفة خالص والحاجة الحاجة الحلوة انه انا مثلا عندي سكار مثلا هنا او هنا عندي حفرة او مكان حدثة او حاجة زي كده مجرد ما تعرفين هي حاجة ممكن عملها لك اونس بات وتروح خالص دي تبقى حاجة يعني مش كل الناس حتى بيبقوا عارفينها يعني طيب دكتورة معلش عشان مدمر ورجعتين اخوها او 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 مدمر وقالو او اسلام عليكم عليكم وسلام ورحمة الله وبركاته استاذ من حضرتك بس انا حامل في الشهر السادس تمام وعايز اعمل فيلر هل ده ليه تأثير على الحمج ولا لا وانا هيغير ملامشي قوي ولا هيبقى عادي لان انا عندي مستجاعد عندي بروز كده في الوجهه وعندي تحت علي انخصاض تنويف يعني تقيل شوية تمام انتي سن حضرتك قدية مدمره اه يجني يعني خلاص لو مش عايزة تقولي خلاص خلاص طيب اه الدكتور هترد عليك حالا شكرا يا مدمروا على اتصالك وطبعا بصي الحامل حنا لا بدنا قربش منها في اي حاجة في الطوب يعني في اي حاجة هتعملها اي دكتور وتقابر اي حتى ادوية بسيطة ci ما بدناقربش منها يعني كل لانه مفيش مفيش حجة ابحاث معمولة موثقة يعني كمية ابحاث كفاية انها تقول لنا ان هي سيف تماما هي سيف وكل حاجة بس الاصح يعني اللي عاوزة نتكلم في الطب صح بعد ما تولدي تمام تعالي عملي اللي انت عاوزين هو بيعملش حاجة بس ما فيش حاجة بتقول ان هو ما بيعملش حاجة عشان كده هبنستنهي لما تقول عشان ما تتعرضش لأي ريسك انها تتجنب فترة الحمل حامل هي بتبقى مليانة شوية بعدين هتخس فوشها برضو هيبان عليه اكتر هنعرف نشتغل كويس براحتنا حاجة اللي هيقلت عليها طبعا تتعالج حلو جدا من غير ما يبقى شكلها باين خالص باستخدام كريمات يعني يا دكتور او كده لا لو هي عندها بسلا نحفر تحت عينيها وعندها خدودها فيها مشكلة واقعة او كده لا لازم تتعالج بفيلر الكريمز عن مثل اللي فيها هيلورون اللي هو ميلوريال او وفيه كذا برامز كتيرة فيها هيلورونيك أسد الكريمز دي مولوكيول بتاعتها عمنا زي العرفة البسلة كبيرة كيانك حطتيها على وشك فاهمش بتدخل هو ربنا حطت لنا الجلد ده عامل زي شيلد يعني عامل زي حاجة حماية لجسم كله انه هم يدخلوش بكتيريا فيروس حاجات كده وطبيعي انه همش هيدخل الحجم الكبير بتاع الكريم بيدخل طبعا بتكتورجي حاجة بسيطة يعني لو هم طبعا هي غالي قوي ده اسمه إليزابيت أورديم ده أصلا مش موجود في مصر موجود في أمريكا بس ده عاملين منه الجزائيات ذات صغيرة بتدخل بس انتي عارفة انها حتى لو بتدخل بتدخل بنسبة قليلة فبالتالي كريمز انا ممكن احنا نقول برضو لو عاوزة نقولي الكريمز اللي احنا ممكن نستخدمها اللي فعلا لتجيب نتيجة اللي فيها المادة الفعالة بتدخل الجلد بتحافز القارج اللي هي ايه المادة يا دكتور بقى اللي هي الريتينول ريتينول يعني هي هتسأل على كريم في مادة الريتينول ريتينول بس خليه بقى لك احنا الريتينول طبعا ممكن يحط لك 1% ويقولك ده فيه ريتينول 1% من الكريم كله فانتي النتيجة بتاعته هتلاقي لعيفة جدا فانا بصي هو في مصر طبعا في كذا براند موجود فيه ريتينول بس نلاقي النسبة بتاعته كويسة وفيه كمان كريمز معينة ممكن ان بقى نقول عليها دي برضو كريمز علاجية مش مش تجرية فيها نفس المادة الفعالة وممكن نستخدمها وتديني نفس النتيجة بتاعته الحاجات الغالية قوي وطبعا فيتامين سي سيروم والسي سيروم برضو حلو جدا البشرة يعني احنا البشرة في الكريمز بتاعتنا 3 عواميد لانا احنا دايما بنقول عليهم ده يعني لازم 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 وريتينول الريتينول ده بتحط بالليل بعد سنة التلاتين يعني بنبدأ من سنة وتلاتين خمسة وتلاتين كده اخرنا ده لازم بنحطه كل يوم بطريقة معينة مش بنحطه كده مرة واحدة طيب دكتور انا هقطع كلامي بس احنا معنا صور اوكي عايدين حاليك توضحينها نتكلم عليها ده مثلا ده عندنا دي كأنها اللي هي الخطوط اللي تبقى موجودة في الوش ده قبل ما تبقى موجودة ده تحت الميكروسكوب ده الفلور لما بيتحقن ده بعد ما تحقن فا احنا شايفين الجروف اللي هو او الحفرة اللي كانت موجودة اللي هي معمولة من الخط اللي كان معمول الجلد كان محفورة عليه اسواء كان حوالين الفم او كان في الشيكس على حسب الحالة فالفلور بعد ما يتحقن بيبقى تحت الجلد بيبقى الشكل ده فبالتالي هو علاجي للجلد لان هو بيدي سمك للجلد وبيحفز الكولوجين فهتلاقي سمك الجلد اختلف تماما عن الاول عن منظره في الاول فهو الفلور ده يعني ده يعني الصورة دي بتوضح انه هو ده ازاي هو علاج الجلد من جوه هو مش بس بيتحطي تحت الجلد احنا عندنا هنا في صورة للجلد نفسه الكولوجين لو هنشوف اللي هي الكراسنج اللي هي الخطوط المعمولة كراس تحت الجلد على طول ده الكولوجين بتاعنا ده شكل الكولوجين تحت الجلد ده وإحنا في العشرينت يعني أو يعني لوه في لوه لحد 35 بعد 35 بيبتدي جلد اللي هو من سنة الاربعين يا دكتور او بيبتدي الجلد يكسر كل كل سنة بيكسر بنسبة معينة وطبعا بيتقسر معا التدخين والأكل وحاجات كتير قوي برضو ده مش حاجة ضابطة عند كل النيز ده أكيد ده برضو نفس الفكرة الفيلر بيعمل ايه بيعمل بيعمل بيرفع الجلد وبيدي صنف للجلد من تحت وبيحافظ يعني بيرفع الجلد وبيشده يعني بيعالج الجلد اوكي دي الطريقة اه دي دي البيتس معينة اللي موجود فيها الاربطة اللي موجودة في الوش اللي احنا بنحقن عليها لو هتلاقي في دوتس كده محطوطة على كل الوش كل حتة يعني احنا الحواجب مثلا بتتهدل دي نقطة معينة دي فيها روباط سميها يعني احنا بنحقن فيلر الروباط ده بيبعمل زي الأستك اللي كان مجدود وترخى لما بيتحقن تلاقي الجلد وانت عاملة كده تلاقيه مشدود ترخى اتشد اوكي اوكي هنا نفس الكلام عند الخد عند الخد عند عظمة الخد وهنا برضو فيه روباط احنا بقى بنبقى عرفين وتحت الشيحية وتحت العين اه وتحت تلاقيه نفس الكلام وهنا فيه هنا برضو مكان لما تحقن فيه بيرفع بيعالج الوش عند الجولز او عند الهية بتاعة حوالين الفم وعند الفك نفس وحتة دي بتباسحيفة جدا عند الناس كتير بتنزل كده اه بالضبط دي لما بتتحقن عند سن صغير بتمنع كمان التهدد ده كتير يعني بتحقن حدث بسيطة يعني الأفضل يا دكتور ان هي تتحقن في سن صغير ولا سن كبير لأ طبعا يعني فيه نفس تقولك انا مش هعمل اي حاجة لما عندي الاربعين لأ بس هنا هقولك حاجة احنا دايما حتى في الطب عمتلا مش بس في التجميل ان هو ان تعليلي قبل ما يعني قبل ما مشكلة تحصل قبل ما يعني احسن ما تجيلي بعد يعني انت مثلا ما تجيلي وحصل عندك خلاص تجعيد جامدة في وشك يعني هعالجها على قد ما اقدر بنسبة معينة لكن انا لو عملتلك حاجة تعللك الاصل من الموضوع دايحصل اكيد انت هتغضي نسبة احسن بكثير يعني الافضل ان احنا نبدأ وإحنا صغيرين اه طبعا احنا معنا صورة تانية برد اه دي شكل ايها لشكل قد بقولك ان احنا وإحنا صغيرين في هي الصورة الاولانية هتلاقي فيه الاصفر دا دي الباكت اللي هي الدهون اللي موجودة حوالين الوش بتبليه بأحنا احنا بنحق انفلر ليه ليه لازم نحق انفلر عشان الباكت دي زي ما احنا شايفين بتتدي تقل تقل لحد ما خالص ان هي عند سن الـ 45 يمكن ده يبتدأ قال خالص ما بقاش موجود فلازم الباكت دي تتملي بفيدرز لو هي ما تمليتش هيفضل شكل الوش معجز يعني احنا دايما في التريتمت او في يعني الخطة العلاجية بتاعتنا احنا بنمشي بكزا حاجة مع بعض لو انا لو مسلا سن صغير لسه جاية لسه الباكت دي لسه موجودة انا بحافظ عليها ازاي بحافظ عليها دايما بديها حاجات بتعمل نضارة بتحفز بتخلي الباكت دي بتفضل وقت على قد اه ودلوقتي كمان عندنا في العلاج بتاع الوش مش بس الفلر لا عندنا حاجات تانية يعني انا اي حد بيجيلي مش بس بعمله فلر يعني احنا بنشوف ممكن نعملها حاجة تانية غالص محتاج الخيوط ممكن الخيوط عندنا فيه نوع خيوط المين يسمها ابتوس دي بتعمل حاجة اسمها بوز يعني ايه بوز يعني انا مثلا عندي 40 سنة انا 45 مش عاوز يبقى سني بقى كده وانا فيه ناس جيناتك احنا عندنا 50% من شكل وشك على حسب انت لو بشريتك بيدا بتعمل عاجز شكلنا بيبنى يعني البشري البيداء بيبنى عليها العجز اكتر يا دكتور بالضبط الخطوط بتبنى عندنا بصورة فبالتالي انا ببتدي اتعامل معاك على اساس دوت فاحنا لما بنعمل الحاجات دي بتقلل الابتوس بزداد الخيوط دي بتعمل يعني بتخلي الجلد يحفز الكولوجين بحيث انه انت لو سنك 45 45 وشك هيبدل لس 40 لس 40 يعني بيعمل كده يعني لها فويد يا دكتور بتحفز بتعمل بتعمل تحفيز عنيف يعني احنا الخيوط دي دايما بنقول ايه انت محتاجة يعني انا بشوف الجلد بنعمل تست لو القستك بتاع الجلد نفسه متحد الجامد انا لو عملتلك فيلر شكلك هيبقى عمل زي الممثلين اللي هم او اتقبر اي حد حواليك شكله باين او ان هو ايدا انت شكلك كان الاول احسن انت عمل ايه انا اعرف ان فيهم عمل الفيلر او اصلي انت ممكن تشوفيها تلاقي عنده الباكت دي هو فعن دكتور رجع له الخدود القديمة اللي كانت عنده زمان بس القستك بتاعه الفيلر مش العكس لو انا قالت له الفيلر وشه متهدر انا برداش لانه بيبقى شكله معجز برض ما بيبقى 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 انه عمل حاجة لانه هو القستك مش مش مجدود يعني الجلد نفسه مش حالو فده لازم انا شفت ممثلين كتير كده اه او اول فكرة بييجي يقولك يقول للدكتور انا مش عاوز اعمل يعني هو بيقى برده شوية ممكن يكون رايح من دكتور كويس وكل حاجة بس هو مش عاوز يعمل خيوف مش عاوز يبقى متدخل عاوز يعمل لا انا اريت عن الموضوع ده وانا عاوز اعمل ده ومكتنع ده يعني هو ارى وعايز ينفذ لكن ايه الاصلح ليه هو مش عارف بالزبت طيب انا اخد اتصال يا دكتور انا جانا نكمل كلام ساذة مونة الو ايو اتفضلي اه لو سمحت عندي تقالي الدكتور اتفضلي الدكتور معاك اه لو سمحت يا دكتور كنت عايزة اسأل بس الخطوط التعبيرية اللي هي تبقى حوالين اللي هي علامة الحداشر اللي في الأورج لو انا حعنت بيها فيلرية ده الفلر يجيب معايا نتيجة ولا البوتس ولا ايه الافضل عشان انا محتاج اعرف ايه الاماتين اللي هخط فيها ده طيب استاذة مونة انا هسألك سؤال مش عارفة يعني او بعالها كتير ولا لا يعني يعني كم سنة او الخطوط دي بقالها كتير عندك ولا عميقة ولا عميقة ولا سطحية انا مش مش كبير اوي 35 سنة بس انا اوش في حركات التعبيرية او انا يعني مكان الاسمايل الخطوط بتاعت الاسمايل كده اه عشان شغلي شوية فيه سترس انا انا كنت لسا هقولك ان شغلك فيه سترس بتتعصبي كتير مثلا يعني وساعد بيبعش جيناتك يعني بيبقى وراضي برضو الموضوع ده بيساعد يعني فيه فيه في العيلة الجينات بيتعصب مكان عصبي بابا ماما هتلاقي عندهم خطوط منهم صغيرين كيف عمتا ايو اتفضح لي اتفضح لي يا بس زماني ايو 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 حتى كمان انا مش مدخنة يعني بس خسنة كانت غيسة صغيرة فما اعتقدتش الخطوط واخدع عام كجامد اوي بالنسبة للمية 11 والتعبيرات اللي حوالينا العين ده باطوكس بس تختاري يعني بليز اختاري نوع الباطوكس يكون اللي هو الامريكي لسبب هو الصيني دلوقتي منتشر اوي في مصر الصيني والكوري المشكلة ان انتي بتحاني بيبتي ممسوطة اوي وصار وليل وكل حاجة مرة واثنين تالت مرة ولا رابع مرة بيحصل حاجة اسمها ريديستنس يعني ايه يعني مهما تحطي باطوكس بتفضل التعبير بتاعتك ولازم الدكتور يحط لك كمية كبيرة جدا عشان تلاقي نتيجة فالموضوع بيبقى شكله بعد كده هيبقى موضوع مزعج ايه بالنسبة لك وهيبقى الجلد نفسه مش هيبقى حلو كمية البوطوكس دي فدايما لما بنحقن بالامريكي بنحقن ضدس صغيرة جدا والفعالية بتاعته احسن بكتير من الكوري الفعاليته احسن او بيقعد فترة قطو بنحقن كميات كديرة ولا صغيرة يا دكتور لا في الامريكي بالضبط للنقطة اللي بحطها في جيب نتيجة لكن الكوري لا يعني انتكتو فعالة اه يعني بصي الامريكي دايما لو انت هتبدأي تعملي بوطوكس تعملي بالامريكي عشان تفضلي طول الوقت البوطوكس يقوم معكي اطول تانية حاجة ما يحصلش اللي هو ريديسنز او اللي هو بيحصل ان انا بحقن بوطوكس بس لست ما بيجيبش نتيجة عشان في اكسام مضادة عندك تكونت لان الصيني والكوري متضاف عليه مادة مع البوطوكس ومش اصلي كمان يعني مش من مواد طبيعي كمان يا دكتور لا بيبقى متضاف عليه مواد لان هو مش اصلي هو الامريكي هو واخد بس براية اختراع اي بوطوكس تاني مش واخدين براية الاختراع فما يقدرش يعمل نفس وبردو لازم يبقى معتمد بالصحة العالمية الكوري مش معتمد الامريكي بس الامريكي هو اللي معتمد الكوري مش معتمد طيب ستة مونا اتمنى ان تكون سمعت الدكتور قالت ايه ولو يعني ما لحقتناش ممكن تسيبي رقمك في الكنترول والتابعي تاني مع الفريل اعداد طب دكتور بالنسبة برضو يعني موضوع الفيلر بقى احنا قلنا ان فيه انواع طب اختلاف الاسعار بقى يعني في ناس تيجتوا ازاي ما قلنا برضو من شوية في ناس يقول لك تعال هنعمل الفيلر والوفرز والحاجات دي طب اختلاف الانواع والاسعار وكمان الكواليتي يعني ازاي انا اضمن او ازاي انا برايحة للدكتور يعني حاجة كده نقولها لستاذة المشاهدين نصيحة انا عايز اروح للدكتور او مش عايز ااخد اي اوفرز من على السوشيال ميديا او عايز اقلت واحدة صاحبتي او لا يعني تعمل ايه بالزبط بصي هو الانواع اختلافها واختلاف الاسعار على حسب حاجتين اول حاجة فيه انا بشوف فيه عيادات بتبقى ممكن عندها حاجة كؤية فعلا بس اقربت تبقى اكسبايرت قلموست مثلا قدامها مثلا شهر فدي هاف تو او لازم يطلعوها فبيطلعوها بأسعار بخصة جدا فبالتالي انت بتاخذي حاجة يعني لو هو خلاص هتبقى اكسبايرت كمان كم اسبوع فطبعا هتقعد معيك اقل بقى نص المدة اللي هتقعد معيك في الواقع يعني هي في الواقع يا موفوط مثلا تبقى سنة قبل ما تنتهي هم ناس كثير قالولي انا حانا جيه في دور ما عادش معيه ثلاث شهور فده مش معناه خالص غير اللي انا بقولهولي ان هو اصلا طبعا هم كمان في الجمالك ساعات بيغيروا الـ يعني في لعبة كتير في الحوارات بتاعت الفيلرز دي موجودة في مصر للاسف من اللي بيبيع الفيلر ومن الشركات وكده فلازم ان احنا بنجيبها من الوكيل بتاعهم او احنا نفسنا احنا اللي بنجيبها من الوكيل اللي هو برا وبنجيبها او عن طريق الوكيل اللي هو موجود في مصر فدلوقتي انتي لو اختارتي بتسألي عن نوع الفيلر نوع الفيلر دلوقتي هيقولك كوري بلاش خالص بلاش خالص كوري او سيني نستخدم الامريكي عندنا حاجة سويسري كويسة جدا وعندنا فريكي انا هستأذنك بس هنوقف عند النقطة دي بناخد التسار او 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 كي ستسار علو علو السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته تفضلي ممكن اتكلم الدكتور اه تفضلي الدكتور معاك اه دكتور ازاي حضراتك اه ازاي اعمل ايه اه لو سمعتني انا اوروق ايدي برزا جدا وحدك انا اقيل لي ان انا ممكن احقنها فيلر وهي يعني هيبقى عالتاملة ويبقى فكلها اقلطة بقى مش عارفة بقى ده صح وبعلا ولا ايه هو ده صح جدا ام لو هي ظهرة جدا ومدائكة طبعا الفيلر اولا هيعمل لك نظرة وهيقعد معاك فترة حلوة وفي نفس الوقت لا هيخلي لك العروض دي لا اقول مش باينة خالص بس لازم تحمل بطريقة كويسة عشان ما يبقاش في مشكلة عليه يعني عشان ما يدخلش فارق او حاجة زي كده شكرا شكرا لك اصلا صارع على التليفون طب دكتور انا عندي يعني عندي استفسار نكمل الاول نوع الفيلر والاختلاف الاسعار والنصيحة اللي احنا نقولها للمسادة احنا كنا لسه بنقول ان احنا طبعا الكوري والسيني طبعا مش معتمدي يعني لما حاجة يقولك الكوري كويس وكل حاجة اوكي هو في حاجات من الكوري كويسة بس دايما الحاجات اللي بتجي من كوريا وكده ما تبقاش عشان توصل عندنا هنا المنتقاش مضمونة قوي تمام فبنبدأ عنها احنا يعني خلينا في الحاجات اللي هي زي ما نقولتلك فيه 3-4 برندات معروفين وغنين تصريح من مصدامة الصحة العالمية تمام ودول كل الدكاتور الكبار ما بيشتغلوش غري بيهم يعني في كل مصر وهي اسعارهم بتبقى غالية بس انت لو بستطلهم بس هي نتيجة فعالة ومش هترجع تاني بس ضغط بتديكي بوليوم وبتديكي شكل بتكفي اكتر من التانية من اللي هي الرخيصة بالزبط الناس بتبقى فاكرة انه مثلا بتبقى ماركت وإحنا بيبقى نفس السرينجة بس دكتور ودكتور وانا عاوز اقولك حاجة انه مثلا ممكن تجيبي زي ما انا قلتلك سرينجة كويسة ويبقى عنده سرينجة كويسة بس حد لسه بس مش عارفت يا حال بس مش عارفت يا حال بالزبط فممكن يبقى يعلي فلوس السرينجة وكمان سيحلك اللي هو حطه فهي دي الوينت يعني لما تيجي تختاري لازم تختاري انت هتعملي سورش على اسم الفيلر هتشوفي هم تلاتة أو أربع برندات مغضين اللي هم التصريح ده التصريح مموظمه معروفين طبعا الجوفيدرم التوزيال ريشتيلان دول الثلاث برندات اللي معروفين ما يخرجوش نوع تانية دكتور اه البروتيرو طبعا حلوة دول الأربع برندات اللي هم طريبا لو روحتي في أي بلد أي بلد في العالم ما فيه شغل دول ما فيه شغل دول لكن الحاجات بقى اللي بعدها دي التانية دي لأ وفيه نوع معين بزدات موجود في مصر المنتشر قوي بزدات دي حينو تحت العين بقى فيه مشاكل كتيرة جدا والناس كلها تبقى مش عارفة ليه الفيلر فيه مشكلة حتى فيه دكترة لسه مش عارفين فبليز يعني الفيلر اللي هو يعني أنا مش هاوز مش هينفع قولي اسمه بس عمتا لما تحينو تحت العين خليكو في منتج ريستيلان لو غالي عليكو شوية فيه بلوتيرو أرخل شوية بس أوتوزيال يعني التلاتة دول التلاتة أنواع دول للحغن تحت العين ليه لأن دي حاجة يعني أنت لو يعني لو قلشت لو فيها حاجة هتسيحي كل سترينجة اللي انت دفع فلوسها وهتتطفعي ثمان سترينجة جديدة فهتسيحة طيب دكتور أنا عايزة أسأل سؤال دلوقتي حقن الفيلر هل له علاقة أو له تأثير أو مش محبز أنه هو أنه نحن نحقنه في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو في تفشي فيروس كورونا يعني ليه تأثير أو ليه أدرار أو ليه علاقة يعني حاجة بنسبة قليلة قوي اللي بأنه هما مع الفيلر الباكسين بالزيت أنه بيحصل شوية ورم وبالزيت فرنوز دي اللي بتبقى رخمة شوية بس يعني نسبة يعني يقل من 10% من الناس كلها مش في مصر بس مش في مصر كلها آه يعني اللي عنده اللي كان عنده فيروس كورونا مثلا وتعافى منه تقدر تعمل ولا ما يفعش ان احنا نحقن فيلر خالص الفترة اللي احنا فيها لا لا ما فيش حد قال ان هي فيها مشكلة هي بس كل المشكلة يعني حاجة بسيطة ورم بسيط بيحصل بعد الباكسين بعد الباكسين بتاع الكورونا آه يعني ولو ما حدش جاله كورونا والحاجة عادي بس برضو هيورم يعني هتورم حاجة بسيطة يعني وكمان النسبة قليلة يعني الموضوع مش 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 اللي هو لو كده كنا فعلا الموضوع كان هيبقى باين وكان هيبقى فيه لان احنا على طول بنحن فلا ما فيش طيب آه الدكتور احنا دلاتي الفيلر آه عرفنا ان هو بيعالج الهالات السودة اللي تحت العين طمام عايزين نعرف بيعالجها زين بصي هو دلوقتي طبعا على حسب النوع تيدي فيه نوع معين اللي هو ريستيلان فيه مواد آه بتحفز اللي هي الجلد الكولوجين وفي نفس الوقت بتعمل الانتي اكسيدنت اللي هي مضادات الاكسيدة فبتخلي الخلية التسبغية نفسها تتعالج بنسبة كبيرة الفيلر بيعمل ايه انا دلوقتي عندي حفرة الحفرة دي من اول هنا او هنا او هنا فعلى حسب الحفرة دي انت الدرجة بتاعتك واحد او اثنين او ثلاثة بنهم للحفرة انا دلوقتي لما بشوف اللي هي الدارك هالوز او اللي هي التسبغات اللي تحت العين بنقرر على اساسها اللي هي طريقة العلاج لو هي تسبغات وعندي حفرة فانا الاول بعلج التسبغات بقى عندنا طبعا ماتيريل حلوة جدا يعني بتعالجها بنسبة كبيرة والحمد لله عندنا حلال كتيرة تعالجت اللي هو كانت فرصية الفرصية دي اصعب اصعب حالا هي بتبقى واخدى من فوق وده بتبقى اسميها ركون لو زي حيوان الركون بيبقى عينيه كلها دخلة الجوة وصودة فدي احنا بنعالج الطبقة التسبغية وبعدين بنحق نتفلر هل فيه اضرار احنا ما فيه ناس بتجي تقولي ان انا خايفة اصلى عيني وممكن نظري اسلامة عاملة ليزك الموضوع ده احنا ما نجيش ناحية العين خالص بس هي يا دكتور هي منطقة حساسة جدا هي حساسة بس هي طبعا مش اي حد بيحقنها بس هي الفكرة ان هي ما بتأثرش وهاي لو اثرت هتأثر طبعا لو حد لسه بيتعلم او حد يعني يعني لو حد لسه مبتد طبعا ممكن يعمل مشاكل في اي حاجة لكن العادي بتاعنا كل الاشيو بتاعتنا شوية تورا بعد الحقن وخلاص لكن هي الفكرة ان انت توقعك ايه انت انت ممكن تكون حالتك لسه لازم تعمل تأشير مثلا الخلايا التسبغية وانا علاجلك الدنيا وبعدين اعملك الحفرة فانت تبقي ممسوطة يعني انا بالنسبة لي اللي بقدره على اساس هي تبقى يعني ناخد الشورتطات في العلاج بتاعها يعني ايه اسرع حاجة هتخليك انت حاسة ان انت الدنيا زبطت معي بزرط طيب الدكتور دلوقتي يعني فيه ناس بتقول ان برضو ان الهالات السودة اللي بتطلع تحت العين دي علشان نساعد ان هي ما تطلعش قبل ما نعمل الفيلر اه او قبل ما نعمل الفيلر ونستخدم الفيلر بعد كده ان احنا نتجنب الكحل والبلو لايت اللي بيبقى في الموبايل واللاب توب والحاجات دي هاي العاجات دي كلها اكيد قوة بتعملي بزرط فهل لو انا مش عايزة ألجأ للفيلر لو هل فيه كريمات معينة ممكن ان انا استخدمها تضيعي على الهالات السودة ولا لازم اعمل فيلر بصي انا هوقول لك يعني 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 بتبقى 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 بتقول لك اصلا هعمل فيلر و توماتش و يعني بصي هي لو عندها قراتي او عندها مثلا حفرة يعني هي عارفة ان هي عندها حفرة تحتاني مش هتروح يعني خلينا اصلا انا في حتى ناس كانوا عندي و جايبين حاجات من امريكا في نوع كده كريم معين بيعمل ايه بيعمل زي بيخلي الحفرة دي تختي في وقت المناسبة بتاعتك بعد كده بترجع تاني يعني بتروح مؤقت اه دي دي اقصى حاجة ممكن توصل لها لكن ان لو عندك حفرة تروح باي نوع كريم هتيل مفيش اي شركة عادفة تامك يعني مفيش 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 حاجة سمها كده مفيش حاجة سمها كده خالص لكن لو انا عاوزة مثلا انا من شغلي على الكمبيوتر كتير وبصر كتير بزرطة الموبايل بقى او السوشيل ميديا و عاوزة عامل حاجة ما تخليش اصلا اوصل للمرحلة دي فيه ريتينول اه فيه طبعا انا مش عاوزة عامل دعاية انا عايزين نحاول ان احنا يعني ما نتكلمش شوية عن المد اه بتختاري الكريم فيه ريتينول لتحت العين دي اكتر حاجة بتخلي الجلد نفسه اه ما يوصلش لمرحلة الحفرة دي طيب لو انا عاوزة جلدي يحصل تسبغات بحط كريم برضو اللي هو بيعمل تفتيح طبعا فيه شركات كبيرة معروفة قوي اللي هو للكريمات التفتيح بنجيبها حتى مش لازم اللي تحت العين ممكن بتاعي الفيس نحط منه حاجة بسيطة اه ده بيخلي تسبغ ما يحصلش طبعا لو هيعالج التسبغ اه مش هيعالجه لكن هو ما يحصلش من الاول عشان ما يحصلش طيب هناخد التسألة يا دكتور اوكا استاذ ميخايل الو الو مساء الخير اتفضل كنت عادي اتسأل لدكتورة راندا اتفضل الدكتور ما كنت عملت حتى من سبع سنين كده فوشي فيه فيه زي تشوهات من عند القورة كده وبالخد فكنت عايز اعرف مثلا الحاجات دي لو عملت اي حاجة الحاجات تجميلية في الوش دي اتروح ولا ملهاش حل ولا اتدني دي مكان الكادمات يعني يا استاذ ميخايل اه اثار الحادثة اثار الحادثة طيب طيب دكتور راندا هترد على حضرتك حالة شكرا على اتسأل لجب سيد ميخايل اه هو طبعا على حسن اللي كنا لسه بنقول عليه الفيلر بتاع الحروق او الحوادث او الكادمات طبعا اتبسي كمان على حسب نوع الجرح يعني فيه جرح بيحتاج عليك ليزر لازم ليزر وحقنا معين ومواد معينة يعني لو هو الجرحة عميق يا دكتور يعني من ليزر الاول بعدين يحق انفلر لا لو عميق احنا خلاص يبقى احنا من ممكن طبعا الليزر يعتبر من ضمن الحلول بس من ضمن الحلول الطويلة يعني عارفة لما اقولك point long ground بس برضو مش بيروح خالص انا يعني مثلا انا عندي مشكلة ونفسي تروح خالص لا يبقى انا هعمل فيلر لسبب ان هي هتاخد منك two sessions وخلاص يعني جلستين هتجيلي مرتين وخلاص بس حتى لو عميق يا دكتور هو لو عميق بس زيت لكن لو طالع على الجلد يعني بقى فيه بقى فيه مكان الجرح بيبقى عامل زي بيبقى بارز عن الجلد ده لازم يتحقن بمادة صيح اللي هو المكان اللي هو الجرح وبعدين بنعمل ليزر نخلي الجلد يتسطح وبعدين بنحق انفلر لو محتاج ممكن ما يحتاجش فلا تمام يعني هو برضو على حسب نوع الجرح يعني لازم الاول ان هو يكشف نشوف نوع البشرة ايه ونوع الجرح كمان ايه عشان نعرف ان استخدام له هالليدر وفيلر وانا عاوز اقول له ان ان شاء الله لأ لأ يعني انا عندي حالات كتير بالزات اللي هي مكان الحوادث وان شاء الله هتلاقي نتيجة لان يعني كل حاجة وليها حل يعني بتحسنه بنسبة كبيرة والدنيا تمام يعني طيب دكتور ردلواتي احنا كنا نتكلم عن الهالات السودة وقلنا ان الفيلر ليه دور في علاج الهالات السودة اه برضو عايزين نعرف الاكل يعني ايه اللي انا ممكن الاكل الصحي اللي انا ممكن ناكله عشان عشان هو عمات الاكل في البشرة كلها يعني انا بقول دايما انت عاوز ايش تبقى حل بزرط يدي نضارة ويبقى هو دايما بندور على الحاجات اللي هي فيها مضادات اكسل دي الحاجات اللي هي بفعلا بتبقى بتحفز القرصة اه طبعا زي ايه دكتور بقى زي مثلا البيريز اللي هي اللي هو اللي هو التوت البري ده حلو قوي والفراولة ده 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 يعتبر من الحاجات اللي هي القوية اللي هي مضادات اكسادة اه اللبانستويا ده حلو لانه هو فيه استروجن فبيخلي شكل الوش حلو اه طبعا السكر الكتير في الوش بيكسر الكولوجين انتي حاجة الناس كتير متعرفهوش والله وبيخلي الناس بتعجز بسرعة يعني السكر بيعجز زي دكتور اه دي حقيقة بيكسر الدين ايه اصلا بتاعنا يعني بيكسر جزء بيخلي تكسير الدين ايه اصرع بيكسر الكولوجين دي معلومة جيد دي معلومة جيد طب احنا هناخد اتصال موك وانا شايف ان معظم الاتصالات النهاردة رجالي بس يعني دي حاجة كويسة جدا سيد حاتم علو سيد حاتم سيد حاتم علو هاي محمد اهلا بيك تفضل ايه بكل حضرتك كان في مشكلة كده الحد هاي محمد استاذينك بس سيد حاتم توطي التليفزيون وتسمعنا من الموبايل ماشا محمد تفضل حضرتك انت عامل حد في الفترة كده كانت يكسر في الان وفي الاخد صوت الان كده كانت في حصة هلالتودام صوت حضرتك واضح ممكن تاني بعد اذنك بس وقال حضرتك كنت عامل حد من فترة طويلة كده تمام ام تمام تفضل كمل ففي كسر في الان كده في نص الان كسر في نص الان زي حفرة كده في نص الان تمام 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 تفضل كمل حضرتك لو كنت عاوزة تططر من دكتور حضرتك كريم او مكن عملية او كده حفرة حفرة في نص الانف بنشوف يعني بنعمل يعني متقييم للحالة بتاعته وعلى عزيزها بنعمل افلام بتاعتنا يعني هو يعني نشوف هي هتحتاج ليزر ونملة ليزر وبعدين فيلر ليزر وبعدين فيلر ليزر وبعدين فيلر تمام طيب احنا قلنا الاكل صح؟ او الاكل بص احنا كنا لسا بنقول السكر ده السكر ده السكر ده بيعجز بدري جدا عشان كنت حتى لو سافرتي اي حتى برا يعني انا حتى كنت عادة برا فترة وعني كنت حتى اللي هو الطبيعي ولا بيأكله ملح ولا الملح عشان الضغط والكلام دوت وسكر عشان عمتا الهالت يعني عشان بدي اصلا صحاتك كويسة عشان تبقيه هالتي ما تكليش سوء اي حاجة لسكر وايه افتر حاجة كل العالم يعني كل الابحث يعني عليها انه بتخليك شكلك سكوير هي الرياضة يعني الرياضة دي اكتر حاجة يعني الرياضة وانا احنا نقلل السكريات خالص اه دي اكتر حاجة يعني ايه بتعجز بدري اه بتعجز بدري بيباني عن وشي دكتور جدا الناس اللي بتعمل الرياضة عمتا شكلها شكلها دايما هيبقى احسن من الناس اللي ما بتعملش لان الرياضة هي بيعتبر من اقوى الحاجات اللي هي مضادات هي بتحافظ على الجسم كمان وبتخلي الشكل شباب اللي هي مضاد أكسادة زي مباقي، بس الحاجات اللي هي فيها نسب عالية اللي هو التوت الشباب والكريس، التوت الاخمر يا دكب، والكريس، ده التوت اللي هو البري بيسموه والكريس، والفراولة، والحاجات دي فيها، الأنتي أكسل نتاعتها عالية فلما أبتك لها وكمان للوش بتبقى حلو قوي، اللي هي مثلا سيبك ملكاجو عشان هيبقى غيري كاجو والفوسدو يعني بنحاول حتى ناكل كمية قليلة حاجات دي حلوة أولى الوش فيها دهون صحية فبتخلي الوش شكله حلو يعني الناس اللي هي بتاكلها فترة طويلة هتلاقيها حتى نفسها لما توقفها هتلاقيه وش اختلف طيب دكتور سريعا كده حقن الفيلر للبنات الصغيرة بيفرق عن الستات بعد سن الاربين بالنسبة لمدة المادة في الوش بتقعد قد إيه ما بقولك أنا بيجي لي مثلا بنات صغيرة يعني في 18 و 20 سنة خاصة كتير قوي فهي نفسيا متضايقة هي لازم يتعملها فيلر هي علاجة دلوقتي لأن أنا دلوقتي هي وشها محتاجة طب أنا بيجي لي ساعات حاجات 18 سنة تقولي مثلا عاوزة حاجات كتير لو لايك إن هي مثلا الاسمايل بتاعتها مش حاجة هي بتبقى مش محتاجة لا يبقى خلاص إن هيش محتاجة طب الحين بتقعد قد إيه دكتور الكويسة بتقعد سنة سنة وحاجة بس ما فيش حاجة يعني يعني عشان بقى صورحة مع بعض هي سنة الكويسة سنة الحاجات التانية الأقل من ست شكس شهور مثلا بتاخد كم حقنة السن الصغير كم حقنة والسن الكبير كم حقنة بصي لو أنا على حسب المكان يعني العينين بتاخد حقنة السن الصغير لو هي الموضوع شوية صعب حقنتين بس غالبا بنضبط الموضوع على الحقنة عشان برضو اللي ما تدينه كده الشيكس بتاخد اتنين أقل حاجة بس ساعات مع بعض الناس بنقسمها لو هي لسه عارفة اللي هو إيه لا أنا عاوز أتغرب وشوف بس ده كله طبعا الكواليتي الكويسة أنا ما قدرش أشتغل الشغل أنا كده كده ما بشتغلش بالكودي واللي هي الحاجات القريلة شوية شرفتيني ونورتيني يا دكتور ومخصي على المعلومات الجميلة دي وإن شاء الله يبالينا حلقات تاني مع بعض شكرا دكتورة راندا شمان أخصائي جلدية وتجميل في الأسر العيني شكرا لك يا فندم شرفتيني ونورتيني أشكر كل زملائي في الكنترول وبشكركم وشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة